اللي عايزين نروح لحاجة مهمة جداً مشكلة تساقط الشعر وللأسف فيه ناس كتير بتستخدم منتجات تضر شعرها أكتر دا حقيقة بس حقيقة إحنا يمكن رسالة أورجانيكا دايماً إن إحنا عايزين يبقى لحاجة طبيعية أكتر ونشيل كل المواد اللي بتدمر الشعر أو إن هي تساعد على تساقط الشعر أو إن هي تساعد حتى على تفتيت الشعرية زي الفورمالين ما عملنا كده بالزبط في مجموعة فرد الشعر إن إحنا شلنا خالص الفورمالين منه طيب إحنا جينا في مجموعة التساقط نفسها وليه بنحب نعمل مجموعات؟ بنحب نعمل مجموعات لإن كل ستة هي محتاجة المجموعة على بعض المجموعة دي تبقى إيه ناق الشعرها طب أنا علشان شعري فيه تساقط طبعاً أسباب التساقط كثير زي ما قلت الحريك يمكن في الشعر الجاف وإن بيحصل فيه غسيل الشعر متكرر ده بيؤدي تساقط شعر طب دخول الفصل للشتة والجينات الوراثية دخول للشتة نفسه كمان بيؤدي لإن الشعر أحياناً بيظهر فروط الرأس إشرة لأن خطة ضربات الحرارة طب القشرة دي بتسبق بيه بتسبق تساقط القشرة؟ أه طبعاً هحكي لحضرتك إزاي دلوقتي أه طبعاً تسبق تساقط رهيب في الشعر لدرجة إنه بيحصل أحياناً فراغات في الشعر طبعاً أنا بتقفل مسام الشعرية هل يكتجي علشان تستقبلي أي حاجة؟ طبعاً أنواع الإشرة كتير في إشرة تخينة وجبيرة عاملة زي قطع وفي إشرة عاملة زي الردط تلاقيها نازلة على الكتاح نفسها طبعاً هي بتعمل إيه؟ بتلاقي حضرتك هي محزمة البصيلة البصيلة نفسها بتبقى ملفوفة حوالين البصيلة أفلع عليها بالضبط أفلع البصيلة فتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تمنع أي حاجة توصلها إذا كان مياه، أكسجين، حواه منع أي حاجة أنت بتحطيها دهانات تستقبلها عشان كده دايماً بنقول للناس اللي عندهم تساقط شعر لو عندك إشرة عالجي الإشرة الأول نفعش تغضي حاجة للإمبات طبعاً استحالة حتى لو خدت حاجة للإمبات وقعدت عليها شهور وأغلى حاجة هي قريضي الإشرة عاملة طبقة تعزل عاملة ببرافو عليك بالضبط كده خلاص طب الكورس ده يا دكتور بتاخده إزاي؟ أو بيبقى نتيجة وتظهر بعد قد ده مجموعة الإشرة مجموعة الإشرة عبارة عن شامبو وبنحط كمان لوشن في ناس كتير عندها تخيلوا إن أنا مجرد أجيب شامبوه وهيعلجني لأ أنت محتاجة حاجة تكون ليف إن موجودة تقضي على الفطريات دي نفسها وأنا محتاجة زي ما بيجيلي جرح وحط عليه مرهم مضاد حيوي علشان أحمي الجرح نفسه أخليه يسرع من الشفاء بتاعه نفس القصة بفروط الراس أنا بخسل وطبعاً أنا بطهر طبعاً إيه الجرح لأ أنا بخسل فروط الراس يبطهرها كويس قوي بالشامبو اللي بيقضي معي على الإشرة وبيبدأ إن أنا أحط لوشن كمان يقضيلي على الإشرة نفسها فنبدأ نحط فيها مقشرات طبيعية ومقشرات خفيفة للشع زي السليسيلك واللاكتك الجليكوليت بنحط فيها حاجات كمان مغزية لفروط الراس بحيث إن أنا أشيل طبقة الإشرة دي وأعين بناء الفروة مني بعمل تأشير كإني بعمل تأشير للبشرة بسألها بعمل تأشير للبصيلة لفروط الراس بالراحة مع ترطيب كمان لفروط الراس نفسها بحيث إن ما حصلش عندي حك ما حصلش عندي التهاب ما حصلش عندي أي حاجة تانية فنبدأ نشيل الإشرة ونبدأ بعد كده نستخدم بقى مجموعة التساقط وإحنا مرتاحين وناس كتيرة الحمد لله كانوا عندنا والحمد لله لقوا نجاح جداً جداً ولقوا نتايك هيلة جداً في حتة إمبات الشعر نفسه نرجع لموضوع التساقط ده كان سبب من أسباب التساقط اللي هو الإشرة وقلنا إن إحنا الحمد لله بفضل الله في أرجانكا بدأنا نعليجها كشامبو كبارس بالضبط فيه وراسة بقى يعني إحنا أنا عندي صلع وراسي يبقى الخال العم الجد الأم فيه صلع وراسي فيه مناطق فضية في الشعر فيبدأ أنا أورس الجين ده أو حملة للجين ده فيبدأ يزر يبقى أنا شعري كويس أخويا عنده صلع أو أخويا شعره كويس بس صلع ده في الرجال يا دكتور في الرجال أو استتات في السلجات بس منعمة ربنا علينا إن تلاقي الشعر من هنا موجود تلاقي استتات شعرها بيخفى من هنا من المنطقة دي يبقى يخفى اسمه صلع وراسي دي فراغات بتلاقي لأ اسمه صلع وراسي أحيان بتتشخص فيه فراغات وفيه صلع وراسي طب إيه صلع وراسي إزاي يبدأ حضرتك بالديرماسكوب نبدأ نشوف فروة الراس فتبدأ الشعرية ببن لنا عندنا إنها خفيفة قوي ورفيعة ولوحدها وفيه فراغات موجودة ده يبدأ يتشخص صلع وراسي يعني يبقى من السكان للشعرية بالضبط ده جهاز الجهاز ده اسمه ديرماسكوب نبدأ نبص على بصيلات الشعر نفسها نبدأ نحدد طبعا طريق الصورة نقدر نحدد برضو نبقى ظاهر طبعا بيبقى معروف كده ممكن تقدر تقوليني طبعا طبعا نحن 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 نحن